في أمور الحكم دايما بنلجأ للقضاء وهناك في القضاء المحكمة الابتدائية محكمة الأمور المستعجلة محكمة الاستقناف محكمة النقد وهي يقال على حسب معلوماتي البسيطة أو المتوضعة إنه محكمة النقد دي أعلى درجة ولله المثل الأعلى لما أمورنا ترفع لرب العالمين هل ممكن يبقى فيه حكم ابتدائي وبعد كده يستأنف هل ممكن يبقى فيه حكم نهائي بات لا رجعت فيه لما ترفع الأعمال لرب العالمين كيف يتم القضاء فيها هنسأل فضيلة الشيخ أحمد الصباغ اللي بنورنا النهاردة كل سنة وحضرتك طيب في شهر شعبان ترفع الأعمال ربنا سبحانه وتعالى هل يجوز لنا بفكرنا طبعا تضيق وأفكارنا لإحنا ما نعرفش حاجة غير بنقرب الأمثال بس للناس إنه نقول إنه فوق بيبقى فيه حكم على البشر والحكم ممكن يتدرج نعم أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ها ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاين وصلي على الحبيب وبرك على سيدنا النبي محمد شعبان هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين السؤال هنا الحديث ورد عند ابن ماجة وعند الأمام أحمد من حديث سيدنا أسامة بن زايد سيدنا أسامة سأل النبي لما لأه سيدنا أسامة رأى النبي يكسر من الصيام فسأله قال له يا رسول الله اشعجب شعبان لم أرك تصوم من الشهور كما تصوم فيه شعبان سيدنا نبي كان بصوم طول السنة بس في سيدنا أسامة النبي لفت نظره في قصة الصيام ولذلك صيام شعبان كملي واحده طول السنة تصوم سبت ماشي حد ماشي اتنين ماشي تلات ماشي أربع ماشي خمش ماشي جمعة بس تجيب معاه قبل أو بعد يعني صوم في أي وقت فسيدنا النبي قال له يا عم أسامة أنا أصوم في شعبان أكثر من الصيام في شعبان لعدة أمور واحد شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وانا مش عايزة عن الغفلين اتنين وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله طيب تلاتة وأنا أحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم طيب السؤال هنا هل الرفع لا يكون إلا من شعبان إلى شعبان يا فندم يعني هو من شعبان لشعبان لا ده فيه عندنا أنواع من الرفع أخرى فعندنا رفع لحظي رفع إيه؟ لحظ في التو واللحظة قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيت وفيه عندنا رفع يومي في اليوم والليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينام وما ينبغي له أن ينام يخفض القسطة ويرفعه الشاهد بتاعنا هو دعوه هاني يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ويرفع إليه عمل النهاري قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى يبقى ده رفع إيه؟ في اليوم والليلة وفيه عندنا التوقيت بقى بتاع اليوم والليلة في الرفع إمتى؟ بالنهار إمتى وبالليل إمتى؟ بالنهار في صلاة العصر وبالليل في صلاة الفجر عندك دليل خد الدليل على طول بالصحيح قال صلى الله عليه وسلم تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ورديات يتعاقبون فيكم في صلاة العصر وفي صلاة الفجر ثم إذا رفعوا إلى الله بالأعمال سألهم الله أعلم ليتباهى بنا جل جلاله مشلت اللي بتقوله أتجعل فمن يفسده فيه ويسفيكه الدماء شوفوا بقى عبادي بيعملوا إيه فربنا يقول لهم كيف تركتم عبادي؟ السؤال تركناهم كذا لكن الملائكة بتدي إجابة شافية شهادة شهادة حق فيقول له يا رب ترك أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون استلمناهم هما بيصلهم وسلمناهم من وردان اللي بعدين هما وهم بيصل في رواية بقى عند غير مسلم ربنا يقول لهم وأنا أشهدكم أني قد غفرت لهم ما بينهما امسح اللي تكتب بين العصر والفجر يبقى رفع يوم يا فندم في العصر والفجر زي ما قلنا يعني العمل بيرفع ولا بيتمسح لسه أقوله لسه أقوله طب الرفع التالت بقى يا فندم عندنا رفع أسبوعي ودي يعني انذار شديد اللهجة مننا في برنامج جسأ المعدوعة ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الجنة تفتح في كل يوم اثنين وخميس والرواية اللي معانا تعرض أعمال أمتي في كل جمعات مرتين في كل جمعة يعني في كل أسبوع الجمعة مقصود بقى إيه أسبوع أنا بجيب الرواية بس بالنص تعرض أعمال أمتي في كل جمعات مرتين في يوم الاثنين وفي يوم الخميس فيغفر الله الانذره لكل من لم يشرك به شيئا في الروايةين بقى الرواية الأولى قالت إلا لمشرك أو إلا المتشاحنان فيقول الله لملائكته انذروا هزين حتى يصطلح وفي رواية إلا العاقل والديه يغفر لكل الناس كل اثنين وكل خميس وتفتح أبو بالجنة كل اثنين وكل خميس العاقل والديه مركون حتى لهو من أعبد الناس طب والمتخصمين والقضية بقى اللي صعبان عليها إن النبي قال المتشاحنان سواء معاك الحق أو ضدك الحق كده تمام يبقى رفع يوم وليلي رفع الظهر والعصر رفع أسبوعي في عندنا رفع سنوي اللي هو فين بقى يا فندم اللي هو في شعبان طب إيه أنواع الرفع دي قالك الرفع اليوم والليلي تجمع الأعمال والرفع الاتنين والخميس والعرض الاتنين والخميس لأن الاتنين والخميس قال تعرض تعرض أعمال أمتي تعرض على الله تفصيلي والرفع في شعبان رفع إجمالي وهناك رفع ختامي إذا مات العبد طويت صحفه ثم رفعت إلى الله سبحانه وتعالى فأسأل الله عز وجل ولذلك النبي يقول وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وفي الاتنين والخميس سؤل اليومان ترفع فيهما تعرض فيهما الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم